زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في بداية البرنامج عن ان النهاردة هو اليوم العالمي للتصحر والجفاف اللي بيعتبر واحد من اهم الايام العالمية اللي بتلقي الضوء على تحدي كبير وخطر بيهدد كل دول العالم خلال السنين اللي فاتت كان فيه اهتمام كبير من الدولة باستزراع واستصلاح عدد كبير جدا من الاراضي لموجد التصحر وشفنا مشروعات عظيمة جدا وخضراء انتشرت على رقعة مصر نفتكر كويس جدا ربما كتصور جاية من جوجل في 2014-2015 كان بتقرن ما بين الرقعة الزراعية في مصر في الستينات والسبعينات وكيف كان الخضار ممتدا على اراضي الدلتا و2014 انقصرت او اقتصرت هذه الرقعة النهاردة بنشوف جهد كبير خلانا نعرف التفاصيل اكتر ونفهم يعني اتصحر وازاي الدولة بتواجه رحبوا معنا بضفنا نقيب الزراعين الاستاذ سيد خليفة بنوره النهاردة في ستوديو صباح الخير مصر صباح الخير فقط اهلا صباح النور اهلا بحضراتكم في البداية خليني افهم ناس كتير جدا ربما لا تعلم يعني ايه مفهوم التصحر وفي مصر هنا هل في تصحر بالمعنى ولا الموضوع يعني لو تعدي على اراضي زراعية بتا التصحر دا انا اعرف ان يعني يبقى فيه جفاف شديد وليه عوامل بيولوجية وليه علاقة بالمناخ وبالرياح ناخد نبزة سريعة كده عنه النهاردة العالم كله بيحتفر 17 يونيو باليوم العالمي اللي هي التصحر وليه 17 يونيو اللي ان دا اليوم اللي تم فيه اتفاقية دولية لمكافحة التصحر في باريس سنة 1994 بدل عمل بها فعليا في 96 كلمة التصحر بالبسيط عشان اللي بيتابعونا هو عبارة عن ارض منتجة تتحول الى ارض غير منتجة بور ارض بور ارض كانت بتنتج جزاء بتتحول الى ارض غير منتجة للتريق اول عالم في العالم عرف كلمة التصحر وقال هذا التعريف هو العالم المصري الله يرحمه الدكتور محمد عبدالفتاح الأصاص الساز البيئة في كلية العلوم جامعة القاهرة رحمة الله عليه العالم المصري هو اول من عرف التصحر في السبعينات بكلمة التصحر ان هو تحييد تدهور الاراضي المنتجة حضرتك قلت ان جوجل وحجم الارض الزراعية عندنا عايز اقول لحضرتك ان مصر وقعت على اتفاقية التنمية المستدامة للامم المتحدة اللي فيها 17 هدف من ضمن الاهداف اللي هو مكافحة التصحر وانتاج الغزاء والامن الغزائي وبالتالي مصر لما بتوقع على اتفاقية بتلتزم بالاتفاقات وبالمعاهدات اللي بتوقع عليه اللي من ضمنها مكافحة التصحر وعشان كده لما نقول حجم الارض الزراعية في مصر وعشان مصر تحقق اهداف التنمية المستدامة خدت مجموعة من الاجراءات الدولة المصرية اول حاجة عملتها ان هي خدت قرارات حاسمة وتشريعات ليه الحد من التعديات على الاراضي الزراعية لان التعدي على الارض الزراعية نتيجة انشطة البناء بيحولها من ارض منتجة الى ارض سكنية وبالتالي بتفقد قيمتها ما معناها ايضا تصحر لان انت حولتها من ارض منتجة الى مباني نتيجة الانشطة البشرية يبدأ الاجراء اللي خدته الدولة المصرية من 2015 حتى الان ومستمرة فيه اجراءات حاسمة وتشريعات لوقف التعدي على الاراضي الزراعية الحاجة التانية اللي خدتها مصر عشان تحقق ايضا هذا الهدف ان هي بدأت تعمل مشروع تبطين الترع والقنوات والمجار المائية طب ليه الدولة المصرية بتعمل ده بتعمل ده عشان فيه تحدي بالنسبة ليه تبطين الترع عشان تقلل من الفقد في الميا نتيجة عمليات البخر والى اخر وبالتالي دي بتصرف عليها مبالغ ايضا لان دي دخلة في البرنامج بتاع مكافحة التصحر طيب وترشيد استخدام المي الهدف التالت اللي مصر نفزته وشغال عليه وهو المشروعات القومية الزراعية زي مشروع مستقبل مصر دلتة جديدة تشكة المشروعات في وسط وشمال سيني دي كلها دخلة في اطار مشروعات مكافحة التصحر لان الارض دي كلها اراضي صحراوية وبالتالي ده هدف من ضمن الاهداف اللي مصر عملت عليها اللي هو النهاردة المشروعات دي كلها اراضي صحراوية انت بتحولها من ارض صحراوية غير منتجة الى اراضي منتجة عشان توفر الغزاء وبتستخدم فيها تقنيات زراعية حديثة بتكلفها ضخمة جدا ايضا عشان توفر المي المحور اللي بعد كده اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لان انت عندك محدودية في كميات المية بتاعتك عندك زيادة في عدد السكان عندك تصحر مناطق مصر تقريبا 90% من اراضيها صحراء وبالتالي اصبع عندك ضرورة حتمية ان انت تعمل عمليات توسع في المشروعات الزراعية عشان توفر الامن الغزائي المحور اللي بعد كده عشان تكافح التصحر والتغيرات المناخية كان لابد يوبع عندك برنامج وطني لانتاج التقاوي اللي هتتحمل درجات الحرارة العالية اللي هتتحمل الملوحة اللي هتتحمل ندرة المي كل هذه البرامج الدولة المصرية بتعمل عليها من 2015 حتى الان طيب هل احنا كنا عارفين انها تحصل ازمات زي ازمة كورونا او الازمة الروسية دلوقتي وازمة نقص الغزاء في العالم كله والازمة الاقتصادية محدش كان متوقع ولا يعرف انما مصر قدت هذه القطوات للسباقية الدولة المصرية عشان تقدر تعمل الاتاحة من السلع الغزائية والامن الغزائي المواطنيها وخصوصا ان احنا بنزيد سنويا قرابة اتنين ونص مليون نسمة لابد يقابلهم زيادة في المساحات المزروعة زيادة في عمليات الانتاج الزراعي طيب يعني حضريك تحدثت فندم باستفادة رحية عن الخطوات اللي تم اتخذها من قبل الدولة المصرية وحضريك كمان خلال حديثك ذكرت انه 90% من الاراضي المصرية كانت صحراء عايزة اعرف نهريك بعد كل هذه الخطوات هل عندنا نسبة احصائية دلوقتي بعد هذه المشروعات نسبة التصحر قلت قد ايه؟ حضريتك لما نيجي نتكلم على تشكة تشكة مستهدف زراعة مليون فدان دي كلها كانت ارض صحراوية الدلتة جديدة نتكلم على زراعة اثنين ونص مليون فدان او اثنين وثمانية من عشرة فيها مشروعات تصنيع زراعي فيها انشطة اخرى مجتمعات عمرانية الاخره لما نتكلم على وسط وشمال سيناء على نص مليون فدان لما نتكلم على منطقة الوادي جديد تقريبا الزراع فيها قرابة هذا الرقم على نص مليون فدان كل ده الهدف منه ان انا بدل مكان انا كنا حتى زمان واحنا بندرس في المدارس يقولونا مصر دولة صحراوية عايشين على اربعة في المية ولا ستة في المية والباقي صحرا الهدف من الاجراءات اللي خدتها الدولة ومستمرة فيها انها تعمل اعادة توزيع للكتلة السكانية بدل ما احنا على 6% نقوب على 17% من مساحة مصر زمان خروج من الوادي الضيق بالزبط يعني هنقوب على اعادة توزيع السكان على كامل الخريطة الجغرافية المصر على 17% ده الهدف اللي حطاه الدولة حتى عشرين تلاتين نحنا بدل ما كنا على 7% لا هنوصل ل17% طب العشرة في المية دي جات منين نتيجة هذه المشروعات نتيجة المدن الجديدة اللي بتتعمل في كل مناطق مصر دي اللي هتخلينا نتوزح تقريبا على 17% من مساحة الدولة المصر طب ايه العوامل اللي بتؤدي للتصحر يعني انا بعرف مثلا رياح بشوف اللي حصل مثلا المجر اللي قصرت على العراق وعلى الخليج وازاي ده كان ليه عامل من عوامل مش عارف ايه التصحر ندرة الامطار هل العوامل دي او العناصر دي موجودة في مصر عشان نتخلب عليها وعشان نعمل برامل جدا احنا بطبيعتنا من اكثر دول العلم جفافة يعني القريطة بتاعتنا معدلات المطر عندنا محدودة جدا الا جزء بتاع السحل الشمالي جزء محدود جدا شريط ضيء على السحل الشمالي فبطبيعة المناخ بتاعنا هو مناخ جاف قابل لتصحر او بالتالي ما عندناش الغابات اللي موجودة في بعض الدول الاخرى الافريقية او حتى اشقان العرب في شمال افريقيا ما عندناش ده فاحنا بطبيعتنا دولة جافة ما فيهاش معدلات امطار عالية وده تحدي تحدي كبير جدا طب التصحر بيحصل نتيجة نعمل ايه بقى عشان نكافح هذا الان صحيح احنا عندنا افريقيا فيها غابات بنشوف دلوقتي بقىنا سنوات حرائق الغابات كلنا نسمع عن حرائق الغابات في الامازون في افريقيا في اوروبا ولسه في حرائق غابات موجودة حاليا وفي تقطيع للغابات انت لما تقطع الغابات ولما انت النهاردة يقبى فيه حرائق للغابات بتحول الارض دي من ارض منتجة الى تصحر طب لما دي بتمتص غاز سنوكسير الكربون وبالتالي بدأت تحصل معنا الموجات بتاع التغيرات المناخية والتقلبات الجوية اللي بتحصل كل فترة نتيجة ان انت بتشيل الغطاء النباتي اللي موجود الغابات دي سواء بعملية القطع عشان تعمل انشطة بشرية او حتى الحرائق وبتتحول بالتالي الى ارض غير منتجة وبالتالي دي بتنعكس ايضا على التغيرات بتاعت المناخ احنا عندنا في العالم الامم المتحدة عملت تلات اتفاقيات عملت تفاقيات مكافحة تصحر البيضي يفيرس التناوع البيولوجي الكلام تشينج التغير المناخ التلاتة دولة مصر كانت استضافة مؤتمر العلامي للتناوع البيولوجي في شرم الشيخ 2018 وطلبت مصر ان التلات اتفاقيات يكونوا ليهم تمويل واليوم اتفاق قانوني ملزم ان الدول تدي تمويل للدول المتضررة لان اكثر قرات العالم تضررا من التصحر من الكلام تشينج من فقدان التناوع البيولوجي هي قارة افريقيا وهي من هزم وبالتالي هي اكثر القرات تضررا من موجات التصحر واتغيرات المناخ وبالتالي لابد ان يكون هناك اتفاق ملزم حتى تستطيع هذه الدول ان تتكيف يحصل عندها تكيف مع التغيرات المناخ هي ان تقاوم التصحر اكبر حزام شجر يتعمل كان بيسموه الجدار الاقدر او الصور الاقدر اللي هو موجود في وسط افريقيا عشان العواصف الترابية وزحف الرمال احنا كلنا دلوقتي بنشوف حتى في منطقة شرق الاوسط وشمال افريقيا العواصف الترابية بدأت تقبأ كتير جدا بدأت يقبلها تأثيرات سلبية على الصحة العامة على الحياة الاقتصادية على الحياة الاجتماعية سنويا مليارات من الدولارات يعني تنفق على العواصف الترابية نتيجة الصحة نتيجة نقص الغذاء نتيجة عدم زراعة الاراضي لندرة الامطار ولكن التحدي الرئيسي حتى في التصحر وهو اقامة السدود العملاقة على الانهار العابرة للحدود انت النهاردة لما تعمل سدود وما يقباش فيه توزيع عادل للمياه ده ايضا بيزود التصحر لانه بيقلل مساحة الارض الزراعية المزروعة له تأثيرات اقتصادية واجتماعية كان فيه جهود من الدولة من قصص كتير لعملتها من اجل مكافحة هذا الامر بالزبط حتى الدولة المصرية من 2015 بنلاقي وزارة الموارد المياه والري بدأت في المناطق الصحراوية في سينة في البحر الاحمر بدأت تعمل سدود لحصاد مياه الامطار والسيول في المناطق على سلسلة جبال البحر الاحمر عشان تقدر توفر مياه تعمل سابرمنتر إليجيشن او ري تكميلي او حتى توفر مياه شرب لأهلينا او للحيوانات اللي موجودة ايضا وزارة زراعة وزارة الرأي على منطقة الصحل الشمالي منطقة مطروح كلها بتزرع ايه بتزرع تين وزاتون وبعض المحاصيل زي الامح والشعير طب دي بتزرع على ايه بتزرع على معدلات المطر اللي محدودة جدا وبدأت الدولة من سنوات تعمل تنمية للوديان داخل السحل الشمالي باقامة سدود اقامة سيسرن او خزنات تقدر تخزن فيها مياه لعمليات الرأي التكميلي الى آخره حتى جهود الدولة المصرية وانفاق وهو انفاق حكمي على عملية التنمية الزراعية حتى داخل الوديان الصحراوية وقامة السدود طب الدول عاونا يعني انه كمان حتى فيه رؤية وطنية اللي استفادة اكثر من مياه الامطار طيب انا عايز اعرف من حضرتك يا فندم ايه العلاقة بين يعني فهمنا علاقة التصحر بالزراعة ونقص الرقعة الزراعية وما ايه لذلك لكن ايه علاقة التصحر بالتنوع البيولوجي ده سؤال مهم جدا انت النهاردة لما يقبى عندي غابة الغابة دي بيقبى فيها اشجار خشبية بيقبى فيها اشجار فاكهة بيقبى فيها اشجار موالح بيقبى فيها حيوانات حياة برية حيوانات برية ده كله بنسميه البيو ديفرسي الحياة النباتية التنوع البيولوجي وهي الحياة الحيوانية اللي عايشة داخل الايكو سيستم ده لما الغابة دي تتقطع او الغابة دي تتحرق معناها ان انا بدمر التنوع البيولوجي اللي موجود داخل الغابة النهاردة الكلام الشيند لما درجات الحرارة بترتفع ويمكن شفنا الفترة اللي فاتت بعض الانهار بدأ يحصل لها جفاف طب لما يحصل لها جفاف يبقى ما فيه السمك يبقى ما فيهش اكل لان النهاردة عندك البحار والمحيطات ده مصدر من مصادر الغذاء من الاسماك اللي موجودة فيها وبالتالي لما درجات الحرارة حتى ترتفع درجة ونصف او درجتين حسب الدراسات العلمة ما بتقول دي هتأثر على التنوع البيولوجي هتأثر على الاسماك اللي موجودة في البحار هتأثر على الشعب المرجانية اللي موجودة داخل هذه البحار وبالتالي هنا بيحصل نوع من التدمير للتنوع البيولوجي سواء كان في الحياة البرية وسط الغابات والحيوانات البرية الموجودة فيها النهاردة بعض الدول اللي كان فيها غابات وفي عندها حيوانات داخل الغابات بدأت تبيح هذه الحيوانات لان الغابات اتحرقت تم تدمير الغابات وبالتالي الحياة البرية الموجودة فيها بدأت تبيح الحيوانات الى دول اخرى لان اصبح عندها مفيش هذا التنوع البيولوجي فيه سلوك أو مجموعة من السلوكيات الخطيئة إحنا بنعملها يعني كمصريين بتؤدي لهذا النوع من التصحر أو بتساعد في زيادته على أرض مصر إحنا كان المشكلة الرئيسية عندنا اللي هي التعدي على أراضي الزراعية بالبناء ده سلوك توجه بالقنون وبالتالي الدولة خدت إجراءات حاسمة أصدرت تشريعات وده كان هو التحدي الوحيد اللي كان هو التعدي على أراضي الزراعية وده كان فيه قرارات حاسمة وتشريعات حاسمة من الدولة المصرية تجاوز أستاذ سيد الحقيقة أن مصر اهتمامها مش مقتصر فقط على نفسها يعني مصر دائما بتنظر للقرى الأفريقية والمنطقة العربية إنها كمان لازم إن هي جزء منها وجزء مهم فلازم هي كمان تكون مصر تكون نموذج الحقيقة ملهم إن كان للقرى الأفريقية أو للدولة العربية وزي ما حضرتك دكرت مش مصر بس هي اللي تعتبر دولة جافة لكن منطقة العربية هي منطقة إلى حد ما جافة عايزة أعرف من حضرتك دور مصر العربي والأفريقي في مكافحة التصحر مصر تمتلك أكبر مركز وأقدم مركز بحثي ومتخصص في علوم الصحراء وهو مركز به الصحراء هذا المركز أنشئ سنة 1949 وأنا أحد أبناء هذا المركز بصفتي والساس فيه وده كان اسمه معهد فاروق الأول للصحراء وأصبح الآن اسمه مركز بحث الصحراء المركز الوحيد المتخصص في الشرق الأوسط وأفريقيا في دراسات الصحراء وهذا المركز ما هي بحث الصحراء يا دكتور؟ بحث الصحراء بحث الصحراء دراسة كل ما يتعلق بالموارد الطبيعية في المناطق الصحراوي سواء كان جرون دوتر مية جوفية سواء كان حيوانات سواء كان جولوجيا سواء كان تصنيف للتربة كل المشروعات الزراعية اللي بتتم النهاردة بيشارك فيها مركز بحث الصحراء مع مركز البحث الصحراء مع زميلنا في الجامعات المصرية وبالتالي هذا المركز متخصص في دراسة الموارد الطبيعية لكل ما يخص المناطق والأراضي الصحرائية المصرية سواء كان مية جولوجيا تصنيف تربة انتاج نباتي انتاج حيواني ده شغل مركز بحث الصحراء بالشراكة طبعا مع مركز البحث الصحراء مركز كبير ضخم ومركز متخصص على مستوى أفريقيا إنما سؤالي سألت الأستاذة مصر لها تأثير في محيطها العربي ومحيطها الأكليمي ولما نتكلم على التصحر ونتكلم على التنوع البيولوجي ونتكلم على تغير المناخ جامعة دول العربية فيها زراعين فنيين خاصين بهذه القضية في المنظمة العربية للتنمية الزراعية في المركز العربي دراسة المناطق الجافة والأراضي القائلة أكساد ده المركز أكساد ده متخصص في دراسة الصحراء يعني زي وزي مركز به الصحراء مركز علمي متخصص يتبع دي جامعة زراع فني معني بمكافحة التصحر في الوطن العربي وبالتالي مصر هنا بتخش فيه شراكة دايما مصر تبحث عن التعاون المشترك مع كل أشقانة سواء كان على المستوى العربي أو حتى على المستوى القاري أو حتى على المستوى الدولي لأن حتى شعار الأمم المتحدة النهاردة للاحتفالية هو السنة دي 2022 من الأفضل أن نتعاون معا لمكافحة الجفاف نتعاون معا معناها نتشارك معا المجتمع كله الدولي يتشارك لأن قضية التصحر حتى الدول اللي ما عندهاش تصحر بتتأثر به عن بعد صحيح زي ما قلت الرياح وما إلى ذلك زي الرياح بتتأثر به عن بعد وبالتالي مصر دايما تبحث عن الشراكة مصر تتعاون مع كل أشقانة في الدول العربية في المراكز البحثية المختلفة تتعاون على المستوى القاري نحن النهاردة تأثير وده دور مصر تأثيرها في القارة الأفقية حتى داخل قطاع الزراعة وداخل الأمن الغذائي وشفنا أمس السيد الرئيس في المؤتمر افتتاح البنوك الأفريقية وكان حديثه قد إيه على التعاون المصري الأفريقي وأن نحن دورنا أن نحن نقدر نساعد أشقانة عشان أقول لحضرتك النهاردة مشروع الصوب الزراعي مشروعات استصلاح الأراضي الأملاقة للإستخزاع السمكي كل أشقانة الأفرقة بيجوا يتدربوا حاليا في هذه المكونات عشان يشوفوا التجربة المصرية وده دور مصر أنها تنقل هذه التجربة لأشقانة في أفريقيا مش كده وبس مصر تمتلك تسع مزارع أفريقية موجودة مصر بتديرهم في أفريقيا مزروح فيهم قامح مزروح فيهم رجز مزروح فيهم بخبرة مصرية عشان ننقل هذه الخبرات المصرية لأشقانة في أفريقيا حديث حضرتك فإنما يخلني أروح لسؤال تاني حديثك قلت أن مصر تعمل مشروعات كبرى لمواجهة التصحر وأيضا لزيادة الرقع الزراعية سؤال هذا إيه اللي بيؤدل إيه؟ التصحر يؤدي لتغير المناخ؟ أم تغير المناخ هو اللي يؤدي للتصحر؟ بص يا حضرتك وهقول تاني الدولة المصرية في 2018 في التنوع البيولوجي قالت الثلاثة دول أم حتة واحدة وعايزين يبفيه تمويل الدولة المتضررة ملزمة عشان نقدر نكافح دول لأن التصحر معناه تدهور انتديية الأراضي تغير المناخ معناه يرتفع درجات الحرارة وهيأثر على التربة وعلى مكوناتها وعلى التنوع البيولوجي التنوع البيولوجي متأثر بالاتنين التانيين فالثلاثة اتفاقيات هما لهم تأثير سلبي لهم تأثير سلبي على الوجود الإنساني الثلاثة دول مع بعض لهم تأثير سلبي على الوجود الإنساني وبالتالي أصبح هناك ضرورة حتمية أن العالم كله يتشارك ويتعاون للتكيف والتأقلب مع هذه التغيرات مصر هتصديف الكوب 27 في شرم الشيخ قمة المناخ قمة المناخ اللي هتصديفها مصر دي هتبني على ما تحقق في مؤتمر الأطراف في إلاكسو اللي فات عشان طبعا مصر بترأس هذه القمة وبالتالي لابد يكون دورها محايد ولكن أنا بحكم عملي كأمين عامل اتحاد المهندسين الزراعين الأفارقة الأفارقة بينظروا للقمة في شرم الشيخ إنها قمة أفريقيا مش عشان مصر دولة أفريقية عشان هم عايزين يطرحوا حضاياهم وجات لهم الفرصة إن الأول قمة تُعقد في أفريقيا في شرم الشيخ وبالتالي مثلا زي حضرتك النهاردة لو تشوف بعض الفيديوهات تلاقي عشقان الأفارقة مشكلة نقص الغذاء اللي موجودة في الدول مشكلة التصحر اللي موجودة حجم الانبعاثات اللي في أفريقيا كلها 3% من حجم الانبعاثات العالمية يعني إحنا كأفريقيا لم نتسبب وإحنا في النهاية المتضررين من الدول الصناعية الكبرى اللي هي تقريبا 85% من غازات 7-8 دول وبالتالي إحنا بندفع فاتورة الرفاهية والتقدم الصناعي وأفريقيا هي اللي بتدفع الفاتورة لأجل وقت إن أفريقيا تطالب بحقها وإن يكون فيه تمويل للدول الأفريقية عشان تقدر تتكيف وتقدر تعيش حياة كريمة لكل الشعب الأفريقي طيب إحنا يا فندم يعني أخيرا إحنا إن كنت تحدثنا عن دور الدولة المصرية لكن أيضا هناك دور مجتمعي لمكافحة التصحر وهو دور هام إيه المفروض يقوم به الأفراد لمكافحة التصحر ومنح من التكلم عن قضية تغير المناخ دايما الحكومة الوحدها ما بتقدرش تعمل كل حال فيه دور للقطاع الخاص في كل المجالات سواء في الزراعة في السياحة في البيئة فيه دور للمجتمع المدني دول الثلاث هياك الرئيسية اللي هي بتقود هذا العمل الحكومة المقطاع الخاص المجتمع المدني وبالتالي هنا حتى دوركم ودور الإعلام التوعية بمخاطر التصحر بمخاطر التغيرات المناخية في الجامعات في المدارس عمليات التوعية عمليات إزاي إحنا نحافظ على الموارد الطبيعية بتاعتنا نحافظ على كل شيء وبالتالي ده تحدي أمام المجتمع كله مش الحكومة بس إنما قطاع القص عليه دور المجتمع المدني عليه دور الإعلام عليه دور المهنيين عليهم دور لابد أن يكون هناك حوارات حوارات داخل القرى وداخل النجوة وداخل المراكز الإدارية ندواك من المختصين من الأحزاب من قادة الرأي وتغير السلوك جداً وإحنا كمان قصة تعدى على الأرض الزراعية دي يعني هي القصة مش قانونة القصة أخلاقية أنت بتأتي الأرض وبتأتي الروح وبتأتي المكان كان فيه أجداد أجدادك بيأكلوا منه عشان تبني دور ولا دورين على أية حاليحة المشكلة حضرتك نقيب الزراعين للأستاذ سيد خليفة نور النهاردة في السيديو سبع القرية مصر تكلم معنا على قضية التصحر وهي قضية عالمية طبعاً نهاردة اليوم العالمي للمكافحة الجفاف والتصحر ذكرى أممية نتذكر فيها يعني كيف يستعد العالم لمواجد هذه الظاهرة يا جمانة وكيف يقدر يواجه بحلول مبتقرة خارج الصندوق وخصوصاً للدول اللي بتعاني من أزمات غيزة العالمية يعني